لم تكن التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة في زيارته الثالثة إلى قطاع غزة تتناسب مع حجم الدمار الذي شاهده في القطاع والناتج عن العدوان الصيوني على غزة فاكتفى المسؤول الأممي الأرفع بإدانة صواريخ المقاومة وتجاهل الدمار الذي خلفه الاحتلال الصيوني وآلته العسكرية كما تجاهل بن كيمون الاعتداءات الصيونية المتكررة الأخرى في باقي فلسين المحتلة والتي كان من بينها الهجوم الذي تعرض له مسجد في الضفة الغربية وهو الهجوم الذي أكدت فصائل فلسينية أنه منظم ويجري بحماية قوات الاحتلال التي تدعم الجماعات المتطرفة الصيونية كما تدعم جماعات متطرفة أخرى تقتل في دول أخرى مثل سوريا التي لا يزال أهالي بلدة كوبان الحدودية صامدين في وجه مسلحي تنظيم داعش رغم منع السلطات التركية دخول الدعم لهم كما لا يزال الجيش السوري يواصل ضربة مسلحية التنظيم في ريف دارزور وغيرها من الجغرافية السورية التي أكد وزير الخارجية الكويتية الشيخ صباح الخالد أن تداعيات الأزمة التي تمر بها جعلت من الأراضي السورية حاضنة للتنظيمات الإرهابية كما دع الخالد خلال الاشماع الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وبريطانيا إلى عمل استراتيجي بين دول مجلس التعاون لمواجهة التنظيمات المتطرفة افتتح النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الاجتماع الوزري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة الخالد جدد تأكيده خلال المؤتمر على أن تداعيات الأزمة السورية جعلت من أراضيها حاضنة للتنظيمات الإرهابية ومرتعا لعملياتها ومخططاتها الإجرامية على حد وصفه داعيا إلى مواجهة التنظيمات المتطرفة من خلال عمل استراتيجي متكامل بين دول المجلس كما تطرق الخالد إلى النتائج الإيجابية التي تمخض عنها الاجتماع والتي تؤكد تطور العلاقات بين دول المجلس والمملكة المتحدة تؤكد على عراقة العلاقات التاريخية الراسخة والوطيدة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة وإلى التطابق الكبير في وجهات النظر إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية من جانبه أشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني إلى أن الاجتماع استعرض عددا من القضايا التي تتعلق بالجوانب السياسية والأمنية يأتي في مقدمتها ما هي الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب استعرض الوزراء في هذا الاجتماع آخر مستجدات في المنطقة وتم تبادل وجهات النظر تجاه الأوضاع السياسية والأمنية بما فيها الجهود الدولية المبدولة لمكافحة الإرهاب ترجمة نانسي قنقر